السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في رحاب اللغة العربية للسنة الثالثة ابتدائي الوحدة الثانية المواطنة والسلوك المدني اليوم لدينا درس في الصرف والتحويل تحت منوان تصريف الفعل الناقص في الصفحة 52 من كتاب الرحاب إذن ننتقل إلى الصفحة 52 تصريف الفعل الناقص إذن الفعل هو الفعل المعتل خمسة أنواع فعل مثال وأجوف وناقص ولفيف وفروق ولفيف ومقرون إذن سبق أن صرفنا الفعل المثال والأجوف في حصص سابقة إذن اليوم سنصرف الفعل الناقص إذن صرفنا الفعل المثال والأجوف وليوم سنصرف الناقص إذن أقرأ النص المواطن يحمل حب وطنه في قلبه وعقله ويحن إليه وهذا الحب أمر طبيعي في كل إنسان في كل إنسان وحيوان فنحن نرى بعضا إذن هنا مش بعضي بعض الحيوانات تحن إلى أوطانها كما تحن الطيور إلى أوكارها إذن هنا هذا النص لاحظنا أنهم يعني غيروا اللون ديلة الفعل نرى إذن هذا فعل ناقص أصله في المضارع في الماضي هو الفعل رأى فهو معتل الآخر ويعتبر فعلا ناقصا إذن ألاحظ وأقرأ الشواهد شواهد من النص نحن نرى أرى بعض الحيوانات تحن إلى أوطانها إذن نحن هو يعني نصرف في جمع المتكلم نحن نرى إذن هذا الفعل هو الفعل رأى مصرف في ماضي نحن شواهد من خارج النص دعا إذن دعا كذلك فعل هو فعل ناقص ونقول على أنه ناقص الألف لأن هناك الفعل ناقص بالألف وهناك الفعل ناقص باليا دعوت إذن هذا التصريف أنا دعوت أدعو أنت أدعو أدعونا إذن أدعونا أدعونا أنتنا أدعونا إدعي أنت إدعي أدعوه أنتما أدعوه راما إذن هذا الفعل فعل دعا هو ناقص بالألف الممدودة وهناك أيضا الفعل ناقص بالألف كما ناصعر بالألف الممدودة وهنا فعل ناقص排 وكل اسفل تصريفه الخاص هما يتشابعان على مستوى تصريف ولكن فهما اختلفان أو أيضا على مستوى التحويل ديال الآلف تتحول إلى و بالنسبة لدعا و تتحول إلى ليا بالنسبة لراما رميتوا واحد هنا هنا فجزينا نصرفوا قلنا دعوتوا و هنا قلنا رميتوا إذن يتشابها لكن الفرق على مستوى التحويل ارمي و ادعو إذن هنا يعود ثاني كين وحد الفرق و ادعو ارمي ساما إذن ساما بحل دعا ساما يشبه دعا إذن هنا يغلقوا ساما يتصرف بالنفس الطريقة اللي يتصرف بها دعا ساما ساموت سامو سامو إذن بحل دعا ترايان هنا هي المضارع هنا هدو كامل إذن هدو ماضي وهنا يعني المضارع هذه الرأى ترايان يرون تراينا إذن ننتقل إلى أقرأ الشواهد وأحللها إذن ادعونا ادعي أدعوها إذن هنا أنتنا أدعونا أنت إدعي أنتما أدعوها هذا 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 أمر دعا أدعو دعوت دعا هذا أنا هو دعا هنا يعني أنه هو دعا أنت أدعو أنا دعوت ساما إذن ساموت هو سما أنا سماوت سماو إذن هم سماو إذن هذا هم يعني المضارق الماضي ديال جمع هم الغائب رمى رميت إرمي هو رمى أنت رميت أنت إرمي أنا أرى أنت ترى أنتما ترياني يرون ترينا إذن هنا يعني صراحة لكم حطونا جدول يكون يعني كامل لو أننا حللنا أفضل ولكن يعني هما كيأخذوا بعض الضمائر إذن ننتقل إلى الجدول إلى الشواهر الأخرى في الجدول ونكتشف إذن هنا لدينا المتكلم عندما نتحدث عن المتكلم المفرد يعني أنا إذن أنا ماذا سنقول أنا دعوت هنا يا هذا الفعل دعا بما أنه كنتهي في الماضي انتعوا بالأريف الممدودة فأصله هو وبالتالي نقول أنا دعوت ما كان قلوش أنا دعيت إذا قلنا أنا دعيت فسيكون خطأ إذن هنا لاحظوا في التصريف الآلف ديال دعا تتحول إلى واو إذن سنكمل التصريف ثم نحلل أكثر إذن هنا لدينا الغائب ما سنقوله بالنسبة المفرد هو دعا إذن هنا حاولنا نحلل هذا الشيء سنحاول نرى متى تحولت الآلف إذن نحن دبعنا الآلف متى بقيت ومتى تحولت ومتى حدفت إذن هنا تحويل إذن تحولت في هذه الحالة تحولت كانت الآلف في الماضي وتحولت هنا دعونا إذن تحولت تحولت كذلك هنا تحولت إذن في الموشفنا الواو فهي تحولت ما عادة هنا هنا دعاوة نعم هنا فحدفت هنا حدفت في هذه الحالة حدفت حدفت الواو في الجمع كذلك هنا حدفت لأن هذا الواو هي والجمع دعونا هنا بقيت وهنا حدفت كذلك دعت إذن هنا هنا في هذه الحالة بقيت إذن في الأزرق تحولت بالنسبة لهذا اللون حدفت الواو بالنسبة هنا بقيت كما هي لأن الأصل للعلة هو الأليف إذن بقيت أليفا بالنسبة لتصريف الفعل داعا في الأمر إذن أنت إذن هنا المخاطب المفرد أنت أدعو أنتما أدعو بالنسبة للمؤنة أنت أدعي أنتما أدعو أنتنا أدعونا أنتما أدعونا إذن لاحظوا جيدا أن هذا التصريف ليس سهلا بطبيعة الحال إذن بالنسبة للأمر إذن بالنسبة للتصريف الفعل رأى أنا رأى ماشي أرى رأى رأى في المفرد في المفرد دي المتكلم أنا أرى ثم في المتكلم إذن بالنسبة للمخاطب أنت ترين إذن أنت ترى أنت ترى أنت ترين هو يرى هي ترى إذن هنا نرى ترين ترين يرين يرين يرياني هنا يا الغائبة يرياني في الجمع نحن نرى أنتم ترون هم أنتن ترين هم يرون هن يرينا إذن هذا بالنسبة لتقريب ثلاث أنواع في الحق الدرس هنا لم يكن مزيد بالنسبة لهم يحطوا ثلاثة الأنواع هذه الأفعال اللي هما مثلا يعني الفعل كان عليهم صراحة الدرس لو أنهم يريدون يتقنون سيأخذوا الفعل مثلا دعا ويأخذوا فعل مثلا خاشية لناقص بالياء وهذا ناقص بالألف المندودة ويأخذوا مثلا قاضى ناقص بالألف المقصورة ثم يدرسون جميع الحال هذا المفروض نورمال مو ولكن مشي مشكل أحول الفعلين المعتلين دانا وراما دانا لاحظوا بالنسبة دانا فهو معتل بالألف وراما معتل بالألف ولكن هذه ألف ممدودة وهذه ألف مقصورة شنو الفرق الفرق بأن هذا الألف عندما تتحول تتحول إلى وهو وهذا الألف تتحول إلى ياء فاش كنصرف العفع إذن سنصرف العفع لدينا دانا وراما سنبدأ براما إذن راما إذن الفعل راما في الماضي ثم في المدارع ثم في الأمر بعد ذلك سنصرف الفعل دانا في الماضي وفي المدارع وفي الأمر إذن ماذا نقول بالنسبة لراما هي رامت إذن بالنسبة الغائب وهذا هذا هو الغائب وهذا الخطب دمائر الخطب إذن نقول هي رامت هوا راما هما رميا هما رمتا جلمو إنه هم رمو هن رمينا أنت رميت أنت رميتي أنتو ما رميتو ما أنتو ما رميتو ما أنتو رميتو أنتو رميتو إذن هذا بالنسبة الماضي دي الرمى بالنسبة المضارع هي لاحظوا هنا سننحضر الحرف المضارع هي ترمي هو يرمي يرمياني هما ترمياني إذن تهنا يرمياني هما دي المؤنة مشي ترمياني إذن هم يرمونا هن يرمينا أنت ترمي أنت ترمينا أنتو ما ترمياني أنتو ما ترمياني أنتو ترمونا أنتو ترمينا بالنسبة للأمر أنا كان أصرف الأمر لنسبة المخاطب أنت إرمي أنت إرمي 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 إرموي إرمينا ل可是 ي rated الدانة لاحظوا هل هو الفرق بين الدانة والرامة قلت schw اريد ما هنا هذا هو الفرق يجب رمت دانة رما دانا الألف المقصر هنا ألف مبدվ هنا هنا رمايا دانايا رماتا دانا تا رماو داناو ولكن هنا قد يأتي هنا هنا سنتحول إلى وو هنا تحول إلي أنت دانوة أنت دانوتي أنتوما دانوتوما أنتم دانوتوما أنتن دانوتن إذا كما صرفنا رما ولكن الفرق هو في في المضارع ماذا نقول تدنو هو يدنو أنهما يدنوان هما كذلك يدنوان هم يدنونا هن يدنونا أنت تدنو أنت أنت تدنين إذن لاحظوا كين هذا الفرق الوحيد هنا الوحيدة اللي هنا فيها لها أما الباقي كلهم كمشيوا بالورو إذن أنتما تدنواني أنتما تدنواني أنتم تدنونا أنتو نتدنونا بالنسبة للأمر أنت أدنو هنا يا إرمي هنا أدنو أنت إدني أنتما أدنوا أنتما أدنوا أنتم أدنو أنتن أدنونا إذن هذا هو التصريف هذين الفعلين في الماضي والمضارع والأمر مع دمائري الخطاب والغائب من كتاب الرحاب اللغة العربية للسنة السادسة ابتداء